مغارب نيوز عرش مونير مونير اسمه مونير وهو من ضحايا شغب الملاعب نهار 16 في هذا الشهر كان واحد اللقاء كراوي مبين فريق النادي المكناسي وفريق جمعية المنصورية بالرسم بطولة كأس العرش لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويقع ما يقع وقعدك الشغب هالجهة هجمت على هالجهة هالجهة كتدافع على هالجهة هناك من يدافع عن أبناء المدينة وهناك من يحاول الخروج من الملعب بأقل الخسائر مونير كان هو الضحية في الوصد هذا الشيء كامل كان يدافع على أوليدات صغار على أبنات على الساكنة التي قريبا للملعب وهو أكبر خطأ أو أكبر خطار لأن الملعب فعلا في الوصد ديور الملعب الطاقة السعابية لم يكن تفضل خمسمائة داخلها ألف وخمسمائة هناك تشكل خطورة ربما ما ندخلوش حنا في هذه الحيتيات ونقولوا الأمن ونقولوا هذه لا سنقولوا سوق تنظيم هنا اللجنة المنظمة كان عليها تنتابه لهذا الخطأ و لهذا الخطورة خاصة وأننا يلا عشنا مؤخرا ما يسمى بشغب الملعب في الريباط ما بين فريق الجيش الملكي أولى جمهور فريق الجيش الملكي وكذلك جمهور النادي المكناسي اللي الكلكي عرفها وتبعها عبر مواقع التواصل الشميعي لأسف شديد احنا دائما ما كننخدوش موعدة مما سابق لكن بحكم أن هذا الفريق هذا بقي طري بقي فتي ما عمروا اللعبة التداور الكبار ربما منصقين ومسؤولين على الملعب ما عندهمش دراية ما عندهمش خبرة وقع ما وقع ما ديش نكتل بزافة لساعد المشاهدين وغادي نشوفوه مع الأم دير مونير اللي ولدها ضحية اعتقال بسبب شغب الملعب السلام عليكم بوليدا السلام عليكم اسمتك عاشري توجير السادية 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 مساعدية نعم ولدك مونير شداح لديك كورة ولا اعتقدوا بكل كورة كيف يصدروا بكل كورة؟ بلدي غير جاته حماسه لديك الدرار الصغار كيف يصدر حماسه من السادية؟ هو كيقول لك أنا غير حاميت على الناس دول المتاقديان شافهم كيتضربوا شافهم واحد الوقت كيبال بحلا قال لك هو شهد بحلي مخصني جاء درمي قريب ليه غد تلح العاف عليه العافية عليه واطلق عليها باش ويمشي فيها ويحامي على دارك الملك من جهة هذك هذك السيجد اللي قدامه هو ما تفرش هو في المارس هو غير حضر درمي في الأخر كيشد ذاك الشي دي الباريار وكيدفع مسكينه كيكالي على أولاد البلاد ودبا سنوق عليها درمي والدي دبا الدولي جاء درمي يجاو لي للدار نوتك عادي خرج عندهم قال لي ما تخافيش السيدة بغا غير راي قولينا واحد جاج كلمات أنا خرجت والدي مشا معاهم الغد مني مشيت عنده قال لي غادي دوز في الحكم دابا مشيت عندهم قال لي نهار ثانين مع الوحدة غادي دوز غادي دوز في الجسد ديس 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 بخصوص الأخ ديالو السلام عليكم مكان الذي تتفرجه من أولله عندما أسمع صداعات تيرانات والسه يقولون أن العيدان تروني اصغار وما أنت تروني دري صغير الدرب وما أنت تروني دري صغير الدرب ومانا ارى هذا الشيء وعندما في الداخل معنا أبدا نقولون ماذا تنجع بانك شئ لإنجال الفلاماج أضعوني على الدري الصغار لم ينصر سألنا أن نفسرها للمشاهدين والجميع لكي يكون يعرف لأن المنصرية لا توجد إلتراس ولا جمهور أصلا لأنها فارق فاتي فارق يلعب في الفرق الهوات يعني في الفرق اللخرين يعني ما يعرفوش هاتشي ديال الفلام ربما ما عنده بش الأناشي ديال الملاعيب وديال باكس فارق ديال نادي المكننسي اللي الجمهور دياله معروف بالإلترا معروف بزيب ديال الحويج من قلت يده بنته تشوهو بالنارية شكو ديال غيجابهم شكو ديال المكننسي الفارق ديال المكننسي عدوا تجربة كبيرة على الفارق ديال المنصورية الفارق ديال المنصورية بقي يلا Jang احنا نقوله يلا한테 باقي الترجم هنال لميرياه معا proyecto باقي متعرفة شنهوو الأيطرقين شنقولو حنا اولا شنهوو الفلام اولا احنا الولاد اليونا بعيدا على الادشي اما الفارق ديال المكننس عندهم تجربة كبيرة علينا احنا جايبان هما ميشنا نجيين معستدي أصبحت نحن لديهم رأيها كيف ستدخلوا تشيرين لديهم خطاتهم لديهم نار لديهم الرايش لديهم المشكلة الكبيرة لكي تقدموا الأخوة رأيها هي العصية صوروا فيديو صحفة صورة العصية رأيها في اسم الناسي من شاب صور القادية دارب حديدة لديهم رأيها الفريق المكناسي تضربيها تضربيها على رأسه المشكلة الكبيرة يعتقد الدرار الصغار لدينا الدرار الصغار لديهم تحامل واحد مضرب معنا باسم الوالديهم جيران وكل شيء ما نقول لكم الله يجب أن نطلبهم المسؤولين يشوفهم أصلا من السالة الماضي سالة ذاكروينا الفريق المنصورية وقاعدوا كل الناس الذين كانوا في تيران شهدوا بكلمة الحق بأن ذاك دري عاون درار الصغار ما دار لاشا غابل أولو عطاق درار الصغار وفالاخر عاون الناس المسؤولين في تيران ليش معهم كراسة وفي الاسم وفي الاسم اللعابة والمسؤولين قال لنا هاد شيء ليكين وشكرا أخوها الله رحم لكم أخوها الله من الأصدقاء من الأصدقاء من المنح أنتبين من المنح أنتبين أنتبين من المنح من المنح تبعيد شوية على الماش وردين حاضر كنشوف واخا من خلال ما حكي وما راج على مشكلة هذا الشغب اللي وقع في مباراة واخا غير بما جيتي انت وحضرتي وشفتي وش حضرتي الواقعة للشغب او لا غير عودولي شعرت لدي انا رأيت مني فيديو وووافت عن المونير من الوارد كما كانت تقريبا اذا فيديو بيديو حد البعض شد البراية وطاة النادي المكناسي كان مفاق أجب او احبسوا ماهو او احبسهم كان هناك من الأصدار بخصوص ليسوا بشكل أمني كيف سيقوم بشكل أمني وكيف سيقوم بخصوص لأنه مدير مخزن وكيف سيقوم بخصوصة أمني مخزن لأمني وكيف سيقوم بخصوصة أمني فهو صحيح أمني من تدريبهم تدريبهم هنا يوجد الفرق بين المدني أو العسكاري الإنسان المدني لا يعرف ربما يتفع في الجمهور ربما كانت توقع الكريت الأكبر أن هناك شخص يغرس فيه جنوية حديدة جاجة حجرة لا أعرف كيف حال الدراكي أو لا هؤلاء 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 لا يمكن أن يسيطر على الوضع حالياً ما أريد أن نفهمه هو مونير كان مشارك في الشغب أو كان من ضمن الناس الذين يدافعوا على الأطفال ويدافعوا على النساء خاصة بأن الملعب من المجمع السكاني يعني بيناتهم غير واحد شنطي ليس كبير شخص لا مونير لم كان مشارك في الشغب كان يدافع تقريبا جدا وكانه اهلا بإتجار اشعرين فأنت أخبرتك وعندما أنه مهرب فالجمهور ليس لعود المنصة كيف ترى في فيديو الذي يشاهدون هجم للنسبة لمنصورية مونير تابع اتصددت على استقرار المشجعين لم يكن الاولى عن مينصورية هل سين يمكن غيرها من الجمهور؟ أخوة المكناس تقريباً ألفين تقريباً لداخل التيران قريباً للمنصورية؟ المنصورية لا يوجد كثيراً يوجد خمسمية وكل سمية ومكاملات تقريباً وكانت تصدق لك هذه الجمهورة لكي يخرجوا الناس وكيفما تستطيع تشاهدوا تصور درير الصغار يجب أن يدرون مدروبين يجب أن يشارس من فمو هؤلاء 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 وكانت تقريباً يجب أن يجب أن يكون أيضاً يجب أن يتعرف والتقريب من الناس في الأن فكذا يوجد أن يجب أن تقريباً اجتماع الشباب تقريباً يجب أن يتعرف كما سمعتو على لسان أصدقاء والأخ والأم مونير لا علاقة له بالقورة يعني ما يدخلش في هذا الشيء للقورة وما يعني ما عندوش إلمان بالقورة لكن شاهد الأقدار وحكم أن المحل دياله دارهم بالقرب من التيران غد يسمع الفوضى غد يسمع السداع لإنسان طبع فوضولي كي بغي يعرف تكشي اللي واقع خرج للشاريع كي يشوف كي يقع لأن الأطفال صغار ولاد الحي دياله ولاد دور ديالهم ولاد بلادهم في خطار خداتوا الشهامة خداتوا البطولة على أنه يدافع عليهم ما اضربش مدروال ولكن كالع عليهم ربما تصاب هو لكن الإصابة الخطيرة وهي أنه تعتاقل عدنا اتقال كاملة في القضاء عدنا اتقال كاملة في رجال الأمن لكن واش عنده أديلة كتبرقه أو لا كتبرقه نتمنى وصدقين على أنها تشهادات والشهود اللي كي يشهدوه من منطقة ضمنصورية على أنها توصل للمسؤولين شي يعرفوا لأنه مونير ضحية من ضحايا ديالشغب الملاعب هذا يرجع عند المساعدية ربما مسكينها الوحيدة لحسب كيف يحسب المزودة اللي مخبوط به كبيتها ولدها ملفى دائما في المحال دياله لكن الأسف الشديد هذه منها اللي وقع ذاك المشكيل وولدها بعيد منها المساعدية ومع ذاك المزودة ومع ذاك المزودة للمسؤولين ومع ذاك المزودة ومع ذاك المزودة نداء ديال الأم كسائر الأمهات عمر العالم ما نقولوش غرعد نحنا وهو أن ولدها يكون قريب منها ولدها يكون حداها مربات ولدها كتشد بالسانة لأن ولدها ما عمره تشد وتقول غنهر واحد ولا ساعة واحدة لكن كما قلنا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفون وقعت الواقعة من ضمن الآثار لأن مونير يتعتقل بسبب هذا الشغب وهو شغب الملاعب ونحن ضده ونطلب من الأخت سوكينة أن تلتحق بنا جيت تفضل هنا حتى عندك كلمة تقولها السلام عليكم سوكينة سلام الله ونحن نعرف سوكينة ونحن نعرف سوكينة كنت تقديد فيه كتبكية كنت تقول أخوي وصطر رحمة أعمى من نصبها ونحن نعرف ونحن نشجع الكرة ونحن نجد الكرة ولكن هناك تطلق بأن أولاد ونحن نجد به وأنهضي حكل كامل أولاد ممكن اذهبوا لم يتمكن هنا ونحن يبقى هنا في المأساة يا كبرتي هنا عشتي هنا عمركم شتمتم بحدة لحدة كوار نحن نحن بحدة شي نهائيا مال في نشط شي وما من دينة المنصرية معرفة بالناس زوار كيجي وما عمر شي واحد تؤدي على شي واحد كيجي ومختلف النداء هو نداء الأم والأخت والأخ والأصدقاء نداء واجب الشهادة شهادوا الناس ووضحوا وقالوا على أن مونير ضحية من الضحايا ديل هات شغب الملاعب ضحية من الضحايا ديل أنه وخداته المرؤة والشهامة على أنه يدافع لولاد بلاده مش يعيب لكن نحن ما نعرفوش في القانون كثير من أصحاب القانون نحن لا ندخلوه في القانون مدم أن القانون داخلين فيه أصحاب القانون لكن كل تامسوا من القانون نروح القانون عطف القانون وكذلك كان طالبوا بما يسمى أنها تسيد هذا ما عنده شي صوابقي يعني نقي ما عنده حتى شي حاجة نتمنوا تمنوا صادقين دموع الأم والأخت والأخ والجيران اللي تقريب مرة لولا وجود أطفال إلا دورنا الكاميرا غدا تشاهد جيران وقاله كل شي يدخل هذا الصالون ماشي صالون وإنما هو محان صغير كل شي بغي يدخل كل شي بغي يقول كل شي بغي يدخل كل شي بغي يدافع على مونير طب هذا الحال مونير ماشي نقوله بطال وإنما هو ولد المنصورية كحب المنصورية ولد المنصورية أنا عينت بنفسي طفل صغير كيت جوش في عمر ديالو تقريبا أربع سنوات اللي تعرض حتى هو للجروح وكدمات في الوجه ديالو لو لا تواجد هذا الشهم هذا مونير كان هذا ولد هذا وقلم وحاشغل القوا نصوره كورا حنا لحقنا على رايان تفكروا لي يا رايان المأساة ديال رايان لو أننا نلقينا شي واحد شهم بحل مونير كنا نعتقوا رايان وكانوا تم الناس اللي هما فعلا اخذتهم الشهامة كي اللي غامر بحياته وهبضي كحفرة بشيش بد رايان لكن مع كمين أسف أنا أريد وأنت تريد والله فعال لما يريد لكن كنخاطبه قلوب الناس القانون بالرحمة والرأفة ونتمنى وفعلا صادقين على أن مونير يأخذ قسط دياله من العطف ديال القانون إلى هنا نقول كنتم مع مغارب نيوز عبر المباشر ومن محل حلاقة حيث كان يشغل مونير المعتقل حاليا ببن سليمان إلى اللقاء السلام عليكم في رايبين آخر اشتركوا في القناة سليمان ببن سليمان الجوال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قد ا Gentون خصى في القناة